فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم في قصة يوسف فوائد كثيرة جدا يعني تزيد على الألف فائلة منها هنا أن الإبن له مسؤوليات إذا أخذ الأب عليه عهدا أو عقدا في أمر أو كلفه بمسؤولية عليه أن يلتزم بهذه المسؤولية وأن لا يتركها وهذا أخ يوسف لما حصل ما حصل قال لا سأبقى مكاني لن أبرح الأرض لن أخرج من مصر حتى يأذن لي أبي لأن أباه كان قد أخذ عليه موثقا أنهم سيرجعون مع أخيهم هذا مع أخيهم بن يمين لكن لما حصل ما حصل وسرق أو التهم بالسرقة حسب القصة وأخذه العزيز عنده فالآن سيرجعون ناقصين قال لا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فالتزم بالعهد الذي أخذه على نفسه وبمسؤوليته أمام أبيه